الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا نتكلم النهاردة عن سلسلة بتاعتنا من كنوز الكتاب المؤدس الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز تأملات عيد الغطاص بعنوان بين معمودية يحنى ومعمودية المسيح معمودية يحنى تختلف عن معمودية المسيح في أشياء كثيرة جدا بس الأساس بتاعها هو مين بعمد يحنى هو إنسان ونبي عظيم جدا لكن إنسان فمعمودية قوتها تساوي هو إن نبي وإنسان فيها توبة بس هي معمودية تطهير من الإنسان بالتوبة يقدم توبة بس مش أكتر من كده لكن ما يوصلش فيها التطهير لمعمودية المسيح العظيم اللي فيها الغفران وفيها الحياة الجديدة لكن معمودية المسيح تستمد قوتها إنه هو الإله العظيم القوي اللي ما فيش بعد كده قوة زيه فيقول لنا كده يحنى المعمدان الكلام ده في الأنجيل هنلاقي أكتر من مرة كرارت يقول وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يحنى لعله المسيح يقول أجاب يحنى الجميع قائلا أنا أعمدكم بماء ولكن يأتي من هو أقوى مني لحز بقى الكلمة دي كلمة من هو أقوى مني يبقى المعمودية بتاعة المسيح هي معمودية الله القوي العظيم جدا إنه ما فيش أصادقه ويكمد يقول لذي لسته أهلا أن أحلس يرحزاؤه هو سيعمدكم بالروح القدس والنار طب معمودية رحانا بماء للتوبة طب معمودية المسيح ده روح قدس دي الروح يعمل فينا بقوة احنا عدت فينا يعني الروح القدس ده هو أحد أقانيم السلاسة هيعمل فيها بقوة وده روح الحياة اللي بيدي حياة وده روح الطهارة والقداسة وكل حاجة حلوة يبقى الروح قدس ونار نار دي يبين قد تطهير تطهيرنا من الخطايا بالنار احنا عارفين النار تطهر كل شيء من زي معمودية يوحنة أبدا والتشير أيضا للروح القدس اللي هو روح نيري يحرك الإنسان ويخليه في غيرة ناحية الله فالروح قدس ونار ويكلمنا عن مسيح ويكمل يقول لذي رفشه في يده رفشه ده اللي هي المدرة اللي بيدر بيها الفلاح زمان دلوقتي فيه ما يكنه لكن زمان كان مدرة زي الشوكة كده يرفع بيها التبني مع الأمح في الهواء فالتبني يقع في ناحية والأمح في ناحية يعني يفصل بين الخاطي والوحش ده المسيح والمجن رفشه في يده يعني هو الديان اللي هينقي سينقي بيدره ويجمع القمح لما خزانه ده هو في اليوم الأخير لما الأبرار يروحوا لمكان الحياة الأبدية الجميلة والأشرار يروحوا للهلاك الأبدي عشان كده كده يقول أما التبني فيحرقوا بنار لا تطفق الحقيقة المسيح والقوي اللي كنا منتصر يونه أو هو القوة ذات نفسها لقد قال عن مسيح كده قوة الله وحكمة الله طب دي ليه علاقتها أصلي كان فيه إبليس اللي كان يتقوى عن ناس وفيه قوة لأنه ملاك طبعا وشرير جدا وعنده إمكانيات كثيرة وكان مستعبد الناس عشان كده اتقال عنه أنه هو القوي لكن لما يكون القوي بيحفظ داره ومتسلح بسلاحه سلاحه كانت الخاطية والموت وماسك على الإنسان أنه خاطي ده سلاحه لم يجي الأقوى منه يقوم يغلبه ويهزمه ويسحقه والسبب بتاعه اللي هو الغنين بتاعته اللي هي البشر اللي كان متسلط عليهم يأخذهم منه فديه اللي عمل المسيح للمجن على الصليب عشان كده دي معمودية المسيح قيمة على قوته أنه حررنا على الصليب وفدانا على الصليب بدمه السمين وحررنا من الإبليس اللي كان يقوع الإنسان ويستعبد الإنسان عشان كده تلاقي في سفر أشعياء النبي آية أصحاح 49 يسأل ويتساء الأشعياء النبي هل تسلب من الجبار غنيمة؟ ده جبار واحد جبار وظالم ومفتري هل ممكن الغنيمة بتاعته تتخذ منه؟ صعب طبعا إلا إذا كان في حد أقوى منه وهل يفلد سبي المنصور اللي هو صحة غلب الناس كلها اللي هو الشيطان هل يفلد سبيه؟ فيقول في آية 25 بأنه هكذا قال الرب حتى سبي الجبار يسلب لما؟ لأن الرب القوي العظيم هو ده الرب بقى يعمل إيه؟ حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي العاتي تفلت الغنيمة تفلت اللي هو إحنا لما المسيح حررنا على عود الصليب صحق الشطار عشان كده قوة معمودية المسيح هي من قوة المسيح نفسه وانغلبته على الشيطان يبقى حتى سبي الجب الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت ويكمل ويقول أنا أخاصم وأخلص أولادك أولاد كنيسة اللي ربنا هيخلصهم إذا ربنا هيقب في معاركة معاركة الصليب العظيمة علشان يخلص أولاده ويديهم الخلاص ويبقى لنا الخلاص وهي يديه بعد كده تبقى المعمودية المؤسسة عليها يقول قطعم ظالميك يلحم أنفسهم ويذكرون بدمهم كما من سلاف هنا صحيح ممكن إنه هو كان بتتكلم عن واقع في أعداء في الوقت ده ربنا بيقول لهم إنه هو هيخلصهم منهم لكن تنطبق بالأكثر على الشيطان وجنود الشريرين الأشرار اللي المسيح خلصنا منهم وأذلهم وزفر بيهم على الصليب وأشهرهم جهاراً وصحق الشيطان وكل جنوده تحت أرجل المؤمنين عشان كده يكمل يقول فيعلم كل بشر إنه أنا الرب مخلصك يبقى خلاص عظيم يعلم البشر كل اللي له مفاهيم ورؤية مزبوطة روحية يفهم كيف خلص الله شعبه وينكشف الخلاص ده في اليوم الأخراني لما المخلصين يدخلوا السماء وبعد عننا الأشرار اللي رفضوا الخلاص يبقوا في الهلاك الأبدي ويكمل يقول لنا فيعلم كل بشر إنه أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب فاديك عزيز يعقوب عزيز يعني مقيم هنا كلمة مقيم العزة اللي بيعز يعقوب اللي بيقوي يعقوب اللي بيسند يعقوب يعقوب يرمز لولاد ربنا لأن من يعقوب جهة 12 سبت كانوا بيمثلوا الكنيسة هنا يبين لنا إن المعمودية بتاعة المسيح عظمتها إنه هو المخلص اللي خلص على عود الصليب والتطهير بتاعها تطهير عظيم جدا زي ما قال إنه عمدكم بالروح القدس ونار روح القدس اللي روح الحياة اللي خدناه في المعمودية واللي دانا ولادة جديدة واللي سكن فينا وبقينا يسمر فينا يسمر فينا حياة أبدية بتنبط فينا كأولاد لله ما تدغلبش حتى بالموت أما معمودية يحنة فهي عبارة عن كان بيوعز الناس بالروح القدس وينخص قلوبهم عشان يعرفوا وضعهم وخطيتهم فيقدموا طوبة ويكونوا مستعدين للمعمودية بقى العظيمة جدا جدا معمودية المسيح اللي هيتولدوا فيها من الماء والروح يبقى معمودية يوحنة هي للتوبة لكن معمودية المسيح للمجد هي حياة جديدة ومفاعيل عظيمة جدا 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 ربنا يدينا كلنا أن احنا نعتزب معموديتنا ونعيش هذه البركات اللي خدناها اللي تعمل فينا ومازالت تعمل فينا وليدهلنا المسيح مجاني لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين